علوم الصف الخامس الابتدائي تدريبات كتاب الأضواء على الوحدة الثالثة وتدريبات الكتاب المدرسي صفحة 71 رقم واحد اختر الإجابة الصحيح واحد مياه عزبة تسرب تحت سطح الأرض من خلال طبقة من الصخور المسامية مياه البحر المتوسط مياه محطة بحر البكر بحيرة عسل مياه جوفية طبعا مياه جوفية اتنين تعد نقاط جزءا من الغلاف الأرضي النباتات حيوي الصخور أرضي والغازات ايه جوي المسطحات المائية مائي يبقى رقم ايه باء الصخور ثلاثة الماء الذي تدفق من منطقة عالية الارتفاع الى منطقة منخفضة الارتفاع في قناة محددة النهر سأحرقم ألف النهر أربعة يترتب على تفاعل الغلاف الغازي مع الغلاف الحيوي ألف خمسة يعد نقاط مثالا على النظام بيئي للمياه المالحة نهر النيل عزب بحيرة عسل ستة النظام البيئي المائي المناسب لمعيشة ظهرة اللوتس هو بيئة مالحة وأمواج عزبة وجارية مالحة ورقضة عزبة ورقضة سأحرقم دال عزبة ورقضة المستنقعات سبعة معظم المياه العزبة على الأرض توجد في صورة مياه جوفية أنهار أنهار جليدية صح أنهار جليدية رقم أين تمانية يطلق على مجموعة النباتات والحيوانات التي تعيش معا في مساحة كبيرة ولها مناخ يميزها اسم غلاف غازي غلاف مائي منطقة أحيائية صح منطقة أحيائية تسعة كل مما يأتي من عناصر الغلاف الأرضي معادة المعادن الهليم طبعا الهليم غلاف إيه غازي عشرة تجوية الصخور بفعل المياه دليل على حدوث تفاعل بينه الغلاف المائي والغلاف الأرضي صح رقم ألف الغلاف المائي والغلاف الأرضي حد عشر المياه التي تغطي معظم من ساحة الأرض مياه عزبة في الأنهار مالحة في البحار والمحطات اتنشر تعد المحمية أحد إجراءات استدامة الموارد الطبعية استنزاف الموارد الطبعية جودة الموارد الطبعية الحفاظ على الموارد الطبعية الحفاظ على الموارد الطبعية تلتقي مياه البحار والمحطات مع مياه الأنهار عند مستجمع المياه المصاب صح المصاب رقم باية 14 تتطلب نقطة الموارد إدارة أسليب استخدامها استنزاف استدامة صح استدامة رقم باية 15 تلوث مياه البحر يؤدي إلى تلوث مياه أحد الروافض المائية تلوث مياه المحيط صح رقم باية تلوث مياه المحيط 16 البرك والمستنقعات من مستجمعات المياه المصابات المائية الخزانات الجيوفية الأراضي الراتبة صح رقم دال الأراضي الراتبة 17 هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالسلب في استدامة الموارد منها جودة أسليب الإدارة الزيادة السكانية صح رقم باية الزيادة السكانية 18 يعمل مهندس مياه الصرف الصحي بمصر في محمية رأس محمد محير قارون محطة بحر البكر صح رقم جيم محطة بحر البكر اختب النفسك على الوحدة الثالثة صفحة 73 رقم واحد ألف اختر الإجابة الصحيح واحد تصنف الأنظمة البيئية إلى نقط أنظمة رئيسية على الأرض خمسة أربعة صح أربعة اتنين لا يستطيع العديد من الناس حول العالم الوصول إلى المياه العزبة وذلك بسبب الجفاف صح الجفاف ثلاثة الشعاب المرجانية من الأنظمة المائية الصغيرة التي تعيش في نظام مائي متجمد شديد العمق عزب ضحل أربعة تجويد الصخور بفعل المياه دليل على حدوث تفاعل بين طيب الصخور غلاف أرضي والمياه غلاف ماء الغلاف المائي والغلاف الأرضي سحرك معدي بعرف المنطقة الأحيائية منطقة كبرى تتميز بكساء خضري وطربة ومناخ وحياة برية تميزها عن غيرها من المناطق الأخرى اتنين ألف أكمل العبارات الآتية واحد تتكون مياه نقط عندما تتجمد المياه في منطقة منخفضة البحيرات اتنين تدور مياه المحيطات حول العالم في أنماء تسمى طيارات المحيط ثلاثة تخصيص مناطق لحمية الموارد الطبيعية يمنع نقطة الموارد السنزاف الموارد أربعة تمثل الكنات الحية الغلاف نقط ألف الحيوي بينما يمثل الماء الغلاف المائي باء تسبح السمكة في الماء توضح الجملة تفاعل نوعين من الأغلفة حددهما الغلاف الحاوي والغلاف المائي ثلاثة ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد نضرت ونقص جودة المياه من المخاوف الرئيسية المتعلقة بالماء العزب يبارة صحيح اتنين الزيادة السكانية من العوامل التي تؤثر سلبا على استدامة الموارد يبارة صحيح ثلاثة تتميز الأنهار الجالدية بأنها شديدة الملوحة عزبة ورخطاء أربعة النظام البيئي المائي المناسب لمعيشة زهرة اللوتس هو بيئة عزبة راقدة يبارة صحيح باء يمكن ملاحظة بعض الظواهر نتيجة تفاعل الغلاف المائي مع الغلاف الأرضي اذكر اثنتين من هذه الزواهر تكوين البحيرة وإتاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة